سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب ان شاء الله فيديو النهاردة مختلف شوية هنفصل كده حابة عن الموبايلات والتطبيقات والجيمز والحاجات دي وجايين نراجع اختراع مختلف تماما اختراع غريب واكيد هيعجبك لان هو بصراحة عجبني جدا وقت تجربتي ليه الاختراع هو عبارة عن شاشة محمولة للالعاب الشاشة دي مش اي شاشة هي شاشة بدكو 2K بريفريش ريت 144 يارد فكرة الشاشة دي ان هي شاشة حجمها ووزنها خفيف تقدر تتنقل بيها في اي حتة وتشغل عليها لابتوب او بلاي ستيشن او حتى موبايلة لو بيدعم ان انت تشغل الموبايل على شاشة علشان يبقى معاك شاشة محمولة تقدر تتنقل بيها في اي حتة الشاشة دي من شركة يو بيرفكت واللي عندهم شاشات محمولة كتير للالعاب والشغل فخلينا كده نشوف اي حكاية الشاشة النهاردة لايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة بص يا سيدي الشاشة دي اسمها يو بيرفكت يو جيم كي 118 والشاشة دي بحجم 18 بوصة الشاشة اللي هي ورايها هنا دي وهنشوفها في بيرولز كتير اكيد في الفيديو والريزولوشن بتاعها 2K ريفريش ريت 144 هرتز فدي مواصفات قوية بس قبل ما نتكلم عن الشاشة خلينا نفتح صندوق الشاشة ونشوف كده اي محتويات العالم الشاشة بتيجي في بوكس ابيض شيك كده بيكون فيه الشاشة طبعا وبييجي معها الكافر الزكي الماجناتك ده اللي بيتثبت فيها عن طريق مغناطيس في دهر الشاشة ودي يقدر تستخدمه كستاندر وكمان حماية للشاشة وانت مش بتستخدمها او انت بتتنقل بيها بيكون موجود كمان كتيب الارشادات وكمان كابل تحويل من HDMI ل HDMI mini وكمان كابلين USB-C لUSB-C واخيرا الباور ادابتور اللي بيشغل الشاشة نفسها وطبعا ده كده بوكس متكامل فيه الشاشة والكافر وتلت كابلات بلاش نطمع في اكتر من كده من بوكس الشاشة دي خلاها بقى نتفرج على جسم الشاشة الشاشة نفسها اولا لفتني ان هي حجمها صغير مش كبير قوي لان هي زي ما قلتلك 18 بوصة ومحدش يقولي ان هو عاوز اكتر من 18 بوصة وتبقى محمولة او تتنقل بيها ما هو كده هي هتفقد الغرض بتاع ان انت تتنقل بيها فكرة ان حجم الشاشة هنا تقريبا مش كبير قوي الوزن بتاعها 1 كيلو والتخانة بتاعتها تقريبا 11 ملي او قربل 1 سنتي يعني تحس ان انت ماشي بكتاب وفكرة ان وجود كوفر معاها هيتخلي ان الشاشة دي تقدر تحطها في الكوفر حطها في شانتتك بقى او تتنقل بيها في اي حتة لو انت بتتحرك كتير وتحتاج معاك شاشة اكسترنا وده ما يقللش من خمات الشاشة الخمات بتاعتها رغم ان وزنها خفيف الا ان هي بريميوم يعني لما تمسك الشاشة في بيدك هتحس ان هي متينة مش شاشة اي كلام الشاشة من الظهر فيها فتحات علشان تركبها على استاند والاستاند ده موجود برضو عن شركة يو بيرفك علشان يبقى معاك شاشة محطوطة عادي لو انت يعني مش حابب ان انت تتنقل بيها والكلام ده وكمان تقدر تتحكم في ارتفاع الشاشة والدوران بتاعها عندنا في الجنب الاولاني فتحة سبيكر او ما استغربش الشاشة الصغيرة دي فيها سبيكر وعلى فكرة صوته مقبول جدا على حجم الشاشة اللي مش كبير ده نيجي للجنب التاني هنلاقي برضو فتحة السبيكر التانية اي فيها ده هو السبيكر تحتها الجويستيك او زرار كده دائري اللي بقدر عدل من خلاله اعدادات الشاشة تحتها على طول مدخل ميني اتش دي مقاي علشان توصل اي جهاز بالكيبل اللي جاي معايا سواء بقى بقى بلابتوب تاني تحتها على طول مدخلين يو اس بي سي علشان لو انت حابب ان انت توصل موبايلك بالشاشة دي او ان انت توصل اللابتوب بتاعك لو اللابتوب بتاعك بيدعم ان انت تقدر تشغاله من خلال المخرج اليو اس بي سي وبعدها مدخل سماعات ثلاثة ونصف ميلي عشان لو انت مش حابب ان الصوت يطلع من الشاشة ويطلع هيدفون تركبها عليها خلان اتكلم على الشاشة نفسها هي الحواف بتاعتها معقولة جدا الحفة العلوية والحفتين الجانبيتين هي بس الحفة السفلية كبيرة شوية وده كان لازم يعني لازم حاجة الشاشة تعود عليها وكمان الشاشة عليها طابقة انتيجلير علشان الرفليكشنز ما تدايقشوا الكلام ده نيجي للمواصفات بقى تحديدة الشاشة دي 18 بوصة اي بي اس بريزوليوشن توكي بريفريش ريت مية اربعة واربين هيرتز داعمة للاتش دي ار دي سي اي بي سري وكمان السطوع بتاعها تقريبا فرنج تلتميت نتس وانا عارف ان انت ممكن تستقل شوية رقم تلتميت نتس ولكن اجماعة الشاشة دي مش معمولة ان هي تستخدم في اماكن او الدور فمنطقي جدا تلتميت نتس على اماكن اضاءة داخلية مكتب او بيت او كلام ده كله طيب هي اصلا شاشة معمولة للجيميج اسمها يو جيم ولكن انت حتى لو مش هتلعب عليها العاب فهتلاحز ثلاثة ونعومة وانت مشغل الجهاز بتاعك عليها لو الجهاز بتاعك مواصفاته عالية علشان هي بتاعها مية اربعة واربين هيرتز دا غير كمان ان هي دي سي اي بي سري وده عمال الاتش دي ار فهتاخد منها الكالرينج جميل جدا يعني حتى لو انت مش عاوز تلعب عليها العاب عاوز تعمل ايدت مثلا لفيديوهات او اي ان كان صور عاجات دي كلها الشاشة دي ممتازة هتتبقى احسن من معظم الشاشات الموجودة في الابتوب بات الجيميج إلا دايما بتلاقي اي لابتوب جيميج بتلاقي شاشة مش افضل حاجة بيكون العالي علي ولكن الألوان ما تتبقاش حلوة هنا الازيرة عالي والألوان حلوة فقده يقدر ان انت تقدط عليها الألوان بسهولة والشاشة بتاعكspennie tension meng study music من الماك M1 pro الي احنا موصلين عليه شاشة دلوقتي تقريبا خدنا تجربة الألوان متقاربة جدا بين الشاشة وبين شاشة لماك طيب خلينا نتكلم عن طريق توصيل الشاشة دي بالاجهزة المتنوعة اللي تقدر توصلها بها اول حاجة لو هوصلها بلاب ويندوز بوصلها عادي بالكابل الـ HDMI ولو اللاب ده بيدعم USB-C فطبعاً وصلها بالـ USB-C وبدخل على اعدادات الشاشة وبختار Resolution وهي طبعاً بتدعم Resolution لحد 2K وبختار عاوزها تكون ميرور للشاشة نفسها ولا بتكون Extended او يعني امتداد بحس يكون معي شاشتين مختلفتين ودي طبعاً ميزة مهمة جداً لأي حد بيعمل Video Editing على الجهاز فهو هيقدر حتة الـ Extended على شاشة الوانها كويسة كمان في ناس بتحب تشغل الشاشة وضع رأسي مش قفوكي زي ده هتقدر طبعاً ان انت تزبطها براحتك وأخيراً بتختار Refresh Rate اللي بيشتغل لحد الـ 144 هرتز اللي اكيد هيدي لك تجربة جامدة في الألعاب واللي اكيد هنجربها كمان شوية ولو هتوصلها بالماج زي التواصيلة اللي انت شايفة في الـ Setup دي فهتوصلها من خلال USB-C لو انت الماج بتاعك بيخرج قوات عالي في الـ USB-C فانت مش هتحتاج اساساً ان انت توصل الـ Power Adapter بتاع الشاشة يعني الشاشة دي هتوصلها بالوصلة الـ USB-C على الماج وخلاص كده هتلاقي الشاشة شجالة معك فدي حاجة برضو جامدة جداً انت مش هتحتاج الـ Power Subway بتاع الشاشة الـ U-Perfect وبرضو البلايستيشن او الـ Xbox بوصله من خلال الـ HDMI وبختار الـ Resolution وRefresh Rate اللي انا عاوزه اما بخصوص الموبايلات فلو معك موبايل فلاكشيب او موبايل فأة متوسطة عالية انا مثلاً معي الـ S23 Ultra قدر اوصله دايريك على الشاشة دي وشغل الـ Dix سيبقى معي لاتوب محمول من خلال الشاشة والموبايل وطبعاً ميز الـ Dix جامدة جداً تقدر انت تستفيد بكامل خصائصها لما توصلها على الشاشة دي ولو انت بقى مش عاوز توصل ولا لاب ولا موبايل ولا بلا بلايستيشن فانت ممكن توصل اي USB كاست مثلاً زي الميستيك على الشاشة دي فيبقى معك تليفزيون صغير تتحرك بـ Smart تقدر تشغل عليه اي حاجة انت عاوزها بقى الوان برضو حلوة جداً الشاشة نفسها تقدر تتحكم فيها في شوية حاجات من الـ Setting بتاعتها طبعاً تقدر تتحكم في Brightness Saturation Contrast Sharpness Aspect Ratio وكمان تقدر تشغل Blue Light Filter علشان تحمي عينك من الاشعة الضارة اللي بتطلع من الشاشة خلصنا الوصلات وقلنا اعادات الشاشة الشاشة بقى نفسها تجربتها عاملة ايه جماعة الشاشة دي تجربتها ممتازة للوقت لقول لكده لما فتحت عليها فيديو بجودة عالية او من على اليوتيوب اتفاجئت من كواليتي الالوان والشاربنس والحدة والتفاصيل بتاعت الشاشة ما تخيلتش ان هي يطلع منها كواليتي حلوة اوي كده انا جيل بالي شاشة اسمها يوجيم فاكيد هتبقى مخصصة للالعاب بس وهاخد تجربة الوان اي كلام لا الشاشة هنا كويسة فبتاخد الوان ممتازة جدا كونترست بتاعها حلو جدا موضوع الانتيجليير كمان بيقلل من انعكاسات اللي بتحصل على الشاشة علشان ما تحسش ان هي اي بي اس فبتاخد تجربة قريبة من الشاشات الامريد بسعر اقل بكتير وكمان لما جيت استخدمها كشاشة سانوية في المونتاج ريحتني جدا بقى معاك شاشة اكسترنال بكواليتي كويسة تقدر ان انت حط التايم لاين عليها مثلا وتمنتج عليها او تخلي الفايلات تتحط عليها فايا ان كان ان انت هتحطه على الشاشة اليو بيرفكت دي كشاشة سانوية هتقدر تستفيد منها في المونتاج تلون عليها بدون اي مشكلة في اللقطة القدامكم دي مقارنة ما بين شاشة يو بيرفكت وشاشة الماك برو واللي بالمناسبة شاشة ممتازة بالوان رهيبة بسطوع عالي قدامكم المقارنة ما بين الشاشتين دلوقتي وانا شايف اداء شاشة يو بيرفكت كويس جدا مقارنة بشاشة الماك الممتازة جدا واهم جزء في الشاشة دي هي اسمها يو جيم تجربة بقى الالعاب الشاشة دي لما جربتها على الالعاب لقيت الجرافيكس كويسة جدا الفريم ريت كويس مفيش اي لاج مثلا بيحصل ما بين الجهاز اللي انت بشغل عليه والشاشة دي هتاخد مدى على تجربة جيمينج محترمة جدا بس طبعا يبقى معاك جهاز جيمينج كويس محتاجة جهاز قوي كده محترم وتاخد منها بقى تجربة الالعاب جامدة جدا بس انت شغل الالعاب على مية اربعة اربين يرد وتفرج على الشاشة دي عاملة ازاي فاحنا معنا دلوقتي لاب ام س اي بكارت شاشة ارتي اكس تلاثين خمسين وجربنا عليه شوية الالعاب والتجربة كانت كويسة جدا بالنسبة بقى للبلاي ستيشن فور برو اللي محطوط في الباكجراوند وورا ده لما جربنا نوصله على الشاشة دي خدنا برضو تجربة محترمة جدا ولكن الاسبكت ريشيو مختلف بتاع البلاي ستيشن وبالتالي ظهرت كده ابارات سودة صغيرة فوق وتحت علشان اختلاف الاسبكت ريشيو ل100 دولار هتلاقي الخاصم ده ولينكات الشراء كلها موجودة في صندوق الوصف كمان يو بيرفكت ضمنين قوي شاشتهم فبيقولولك ان انت معاك 30 يوم ضمان استرجاع لو الشاشة حصل فيها حاجة الشاشة معاك بتاكش تقدر ان انت ترجع الشاشة وتعمل ريفوند الفلوسك كمان معاك 90 يوم ضمان استبدال لو بعد 30 يوم خلاص 30 يوم خلصوا بتاعوا على الاسترجاع في معاك كمان 60 يوم لو حصل فيهم اي حاجة للشاشة تقدر تستبدالها مجانة ولو بتسأل على الضمان فمعاك هنا ضمان سنتين ناس طيبين او بصراحة عاملين شغل عالي في حتة الضمان والاسترجاع والاستبدال وبس كده ده كان فيديو النهاردة مختلف شوية عن الموبايلات واللبات والتطبيقات والحاجات دي كلها تمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبك الفيديو اكيد تكتب لي كومنت وتقول لي علشان نتقطر شوية من فيديوهات الاختراعات والاكسسورات والحاجات التكنولوجيا الجديدة والمختلفة وبس كده احنا خلصنا الفيديو اكيد لو عملتش لايك للفيديو في الاول تعمل اللايك الجميل تأكد ان انت عملينها سبسكرايب لو تشوفنا اول مرة على اليوتيوب اشترك في حلقة جديدة من حلقات موبازل كان معكم احمد سعيد سلام